لما نتكلم على حركة تحرير جيش تحرير السودان يمكن المجتمع السوداني يعلم لكن لمن لا يعلم من مشاهدين في العالم العربي احنا بنتكلم على جيش حسب الوصف وتحرير حسب الوصف هنا لماذا جيش وتحرير ممن؟ جيش لانه هي حركة اسكرية اولا ومن ثم حركة اهدافها السياسية ولكن عندما عجزت بان تحقق اهداف سياسية في وقت النظام القامع وعندما فقدت الحركة الازن الساغية بان تسمع كل الاسوات المدنية وكل الاسوات الناعمة التي كان يجب ان تسمعها الازان فاضطرت ان تقاوم نفسها او تدافع نفسها لان الاسوات الناعمة اسوات المدنية هي التي يعني جعلت من النظام السابق بان يعتدي علينا وبالتالي اضطررنا بمقاومة واضطررنا لحماية انفسنا وحماية اهلنا وحماية اماكننا ومناطقنا وهكذا وحتى حماية الافكار نفسها فلذلك الجيش تكون على اساس ذلك لم نكون الجيش متعمدين ولم نسمي الجيش من اجل تجيش الاخرين ولكن تم ذلك مجبرين وبعد ما تم وتكون الجيش فاصبح الامر واقعي والجيش موجود في الارض هذا من جانب من جانب الاخر تحرير تحرير لا نعني بتحرير الارض نحن نحارب في داخل السودان ونحارب السودانيين ويحاربوننا السودانيين فلذلك التحرير اللي احنا بنقصده هو تحرير الاقل تحرير الافكار تحرير الارادة السياسية السودانية وتحرير النفس من الغبن ما بين هنا وهناك وما بين الجهات السودانية والالوان السودانية والاشكال السودانية والتنوع السوداني وإدارة التنوع بشكل الذي يمكن أن يكون فيه نوع من التسامح نوع من المحبة فأفتكر ده التحرير اللي عنها قصتناه فهي تحرير الأفكار التي يمكن أن تقود السودان